اليابان ترحب بزيارة رئيس الامريكي باراك حسين أوباما إلى يرشيما ضحية القصف بالقنبلة الدرية الأمريكية إلى جانب ناندرزاكي خلال الحرب العالمية الثانية وذلك على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبعة التي يحتضنها هذا البلد وسوف تكون هذه الزيارة التي تدخل في إطار جولة في القرى الأسيوية تدوم من 21 إلى 28 من شهر مايو الجاري الأولى من نوعها لرئيس الامريكي في اعتراف ضمن ولو دون اعتذار بفضاعة مفعلته القوات الجوية الأمريكية في اليابان قبل 71 عاما رئيس وزراء اليابان شينزو أبي قال أعتقد أن بزيارته هيروشيما وفهم واقع الإشعاعات النووية هناك وإسمع صوته من المنطقة سيعطي رئيس باراك أوباما دفعا لإقامة عالم دون أسلحة نووية أتمنى أن ينظر إلى الواقع لفهم ما الذي يمكن أن تفعله الأسلحة النووية يقول هذا الشيخ الياباني في الثامنة والثمانين من عمرها وسبق أوباما إلى هذا الاعتراف بفضاعة القصف الأمريكي النووي على اليابان زيارة وزير الشؤون الخارجي جون كيري ليوشيما لوضع بقاة من الورود أمام النصب التذكار المخلد لهذه الذكرى الألمة والحزينة في اليابان